تأهل المنتخب الوطني للدور الربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على كوديفوار خمس أربعة بركلة الترجيح في دور الستة عشر كان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهي بالتعادل السلبي ليلجاء الفريقان لركلة الترجيح والتي حسمت تأهل الفراعنة لدور الثمانية وذلك بعد تصدي حارس المرمى محمد أبو جبل لركلة ترجيحية وبذلك ضرب المنتخب الوطني موعدا في الدور القادم مع نظيره المغربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة